النقطة التانية اللي عايز اتكلم فيها في اداء Scottish الآهلي النهارده وهي الحقيقة مش واضحة في اداء الآهلي النهارده لان الاهلي للمباراة التالتة على التوالي بيستقبل هدف او هدفين استقبل جول من Sun Daivans استقبل جول من فاركو رغم ان الاهلي فاز على فاركو اربعة لكن في النهاية استقبل جول واستقبل جولين النهارده من المريخ و جولين كان ممكن يصعبوا الدنيا لان انت كنت كسبان 2 سفر وبعد كنت تخسر تقدمك فمش بس ان خسارة التقدم ده هتبقى مغيرة في سيناريو المطش لا هي ممكن تهد الفريق نفسيا يعني كان ممكن ان هي توقع لعيبة الاهلي نفسيا وما يقدرش الاهلي ان هو يسجل الجول التالت طيب احنا لما هاجي كده بص حلق ان فيه مشكلة واضحة جدا 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 في خطة فعال الاهلي ودي اعتقد حضراتكم جميعا شايفينها وواضحة جدا ويمكن المشكلة دي ما كانتش موجودة في بداية الموسم يعني الموسم اللي فات كان فيه ناس بتتكلم كتير عن ان الاهلي عنده مشاكل دفاعية ان الاهلي من عدد فرص قليل على مرمى بيستقبل اهداف كتير مع بداية الموسم وتغيير طريقة اللعب لتلاتة اربعة تلاتة بقى من الواضح ان الاهلي افضل دفاعيا وابتدى الموسم بشكل كويس جدا لحد ما بعد كده بقى فيه غيابات كتيرة بسبب غياب بدربانون غياب ايمن اشرف اصابة اكرم توفيق طويلة فابتدى موسماني ان هو يفكر ابتدى ان هو يغير في طريقة لعبه شوية بيلعب اربعة تلاتة تلاتة والماتش ده والماتش اللي قبله بيلعب اربعة اتنين تلاتة واحد في ماتش فاركو الاهلي كان افضل بكتير من ماتش النهاردة لكن من الواضح ان المشاكل الدفاعية مستمرة في الاهلي طيب انا صراحة رأيي رأيي الشخصي ان الموسماني لما اختار طريقة تلاتة اربعة تلاتة كان لقى حل كويس جدا كان يسمح بمشاركة حمدي فاتحي وديانج الاثنين في التشكيل الاساسي والاثنين كانوا بيقدموا افضل حاجة عندهم الحقيقة لما الاثنين شاركوا في طريقة اربعة تلاتة تلاتة ضد سانداونز كان في مشكلة واضحة وكبيرة جدا في النص الهجومي للاهلي كنت دايما تلاقي ان الحتة اللي المفترض يبقى فيها رقم عشرة اللي هو افشاء او احمد عبدالقادر دايما فاضية ليه لان ولا حمدي فاتحي ولا ديانج عندهم الخصائص الهجومية او الحلول الهجومية اللي ممكن تخليهم يبقوا متواجدين في الحتة دي وفي نفس الوقت قادرين يقوموا بوظافهم الدفاعية بشكل كويس فكان فيه دايما مشكلة في الحتة دي ضد سانداونز لما الاثنين شاركوا مع بعض لكن في طريقة تلاتة اربعة تلاتة كان حمدي فاتحي هو اللي بيكون اقرب لخط الدفاع هو اللي بيبقى موجود ما بين قلبين الدفاع فكان بيبقى من مشارك في عملية الترحيل خصوصا ان علي معلول واكرم توفيق كانوا دايما طيرين هجوميا فكان حمدي فاتحي بيشارك مع بدري بنون وايمن اشرف في فكرة التأمين الدفاعي وراء اكرم توفيق وراء علي معلول لما الاهلي غير طريقة لعبه وفي نفس الوقت غاب عنه عناصر اساسية لأم بدري بنون وايمن اشرف وشارك محمد عبد المنعم اللاعب الواعد الصغير في السن اللي لسه راجع من الاعارة مع رامي ربيعة ابتدت تظهر مشاكل دفاعية في الاهلي وطبعا لما حمدي فاتحي شارك مع ديانج زي ما قلت كده لحضراتكم كان فيه مشكلة في فكرة صناعة الفرص للنادي الاهلي والطريقة ما كانتش نكحة ضد سان داونز فابتدى موسماني انه هو يخرج واحد منهم بره التشكيل فمن هنا ظهر مشكلة كبيرة جدا في الدور اللي مفترض ان الاهلي كان بيلعبه بشكل كويس جدا من بداية الموسم اللي هو الدور الدفاعي طيب الاهلي دلوقتي مش واضح انه هو حيستقبل اكرم توفيق قريب لانه طبيعي ان اكرم توفيق صدته لسه ممتدة بدر بنون ربنا يشفيه ان شاء الله ويرجع للنادي الاهلي سريعا وتكون التأثيرات بتاع الكورونا دي بسيطة عليه ان شاء الله بإذن الله لكن الاهلي لازم يتعامل مع الوضع الحالي انا من هنا من بره كده شايف ايه شايف ان افضل حاجة هو النموذج اللي كان ماشي ان الاهلي جرب كزا طريقة لعب الموسم ده افضل اداء انا شايفه للنادي الاهلي اتحقق وهو بيلعب 3-4-3 هو ده افضل اداء هجومي ودفاعي قدمه النادي الاهلي الموسم ده فمن بره كده انا شايف خصوصا كمان ان النهاردة اللي اتفرج على المطش شاف ان حتى ان المريخ سجل جلين لكن كان فيه مشكلة واضحة جدا في المساحة اللي وراء علي معلول يعني كان فيه كورة خاطرة جدا في الشروط التاني علي معلول اخطأ في تقديرها كورة المفترض انها كانت عرضية فالراجل طلع بدري شوية فالكورة عدت منه راحت لمهاجم المريخ اللي اساء التصرف فيها وبالمناسبة رغم ان المريخ سجل جلين الا ان انا شايف ان كان عندهم سوء تصرف في الكورة في اوقات كتيرة جدا فالحمد الله ان هم كان عندهم سوء التصرف ده فالنقطة دي واضحة جدا ان الاهلي انا شايف ان هو محتاج مشاركة حمدي فاتحي زي ما كان في بداية الموسم كاليبرو وجود آليو ديانج في غط الوسطة اعتقد ان ده هيبقى مفيد جدا للنادي الاهلي هيبقى على الاقل مفيد جدا دفاعيا وابتدي بقى موسماني يفكر هيعمل ايه في افشة واحمد عبدالقادر ان واحد منهم اكيد هيبقى موجود في التشكيل طيب دي الحاجة التانية والحاجة الواضحة والحاجة المستمرة لان زي ما قلنا الاهلي للماتش التالت على التوالي بيستقبل اهداف فاستقبل اربع اهداف في تلات ماتشات متتالية اعتقد ده رقم يعني صعب على النادي الاهلي خصوصا ان سان داونز كانت مباراته في القاهرة والمريخ كانت مباراته في القاهرة يعني ما كانش برا ملعب النادي الاهلي ففكرة ان انت تستقبل تلات اهداف على ملعبك في مباراتين في دور الابطال اعتقد انها احصائية مش كويسة خالص لدفاعات النادي الاهلي